بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد هناك ثلاثة منابع للمعرفة الدينية المصدر الأول للمعرفة الدينية هو العقل وقالوا أن العقل هو الأساس في المعرفة ومنبع ومصدر للمعرفة وعلى هذا جاء المنهج البرهاني الفلسفي فقالوا أن المعرفة تنحصر في الفلسفة التي مركزها العقل وهناك منبع آخر وفهم آخر للدين ومصدر للمعرفة الدينية وهو الروح والقلب والشهود والحضور اللي هي المدرسة العرفانية التي منهجها الحضوري والشهودي والروحي أو القلبي فعدنا الآن منبعين العقل اللي هو المدرسة البرهانية يعني الفلسفة والمنبع الثاني أو المصدر الثاني اللي هو القلب أو الرؤية العرفانية والروحية والشهود وهناك منبع ثالث أو مصدر ثالث للمعرفة وهو الوحي مدرسة الوحي التي قوامها ومنهجها ومصدرها الكتاب والسنة الكتاب القرآن والروايات هذه مدارس ثلاثة أو مناهج ثلاثة فالفيلسوف لا يرضى صاحب المنهج البرهاني لا يقبل معرفة عن طريق الكتاب والسنة أو عن طريق القلب والروح أو الحضور والعرفان إلا ما جاء به برهان عقلي يرفض حتى يضطر إلى أن يوجه النص القرآني والنص السني يعني السن الرواي الحديثي يوجهه ويبرهن عليه إذا لم يستطع عقله أن يبرهن عليه يرفضه لأن الأساس عند العقل وهكذا العارف المدرسة العرفانية إذا لم يجد شاهدا حضوريا روحيا قلبيا حضور الروح عنده المعرفة تكمن في النفس والروح بمعنى حضور صورة الأشياء لا يقبل منها شيء إلا بالحضور السؤال الروحي ويقول الروح والنفس والقلب هذه التعبيرات قادرة على الوصول إلى المعارف وإدراك الكبريات والحقائق وهناك رؤية أخرى اللي هي رؤية الوحي ألا أنه نأخذ من الكتاب والسنة هذه مناهج ثلاثة منابع ثلاثة مدارس ثلاثة جاء مل صدر الشيرازي في أسفاره بالحكمة المتعالية أدمج وأدخل هذه المدارس الثلاثة في رؤية رابعة سماها الحكمة المتعالية بحيث جعل نوع اندكاك أو اتحاد بين هذه المنابع الثلاثة قال يمكن التوفيق بين والانسجام بين هذه المصادر المعرفية الثلاثة مناهج مختلفة هذا المنهج يرفض هذا المنهج هذا المنهج يرفض ذاك المنهج قال يمكن أن نوفق بينه ثلاثته المنهج البرهاني اللي هو العقلي الثلسفي والمنهج العرفاني أو الصوفي طبعا نحن في مدرستنا مدرست أهل البيت نعبر بالعرفاني السلوكي اللي هو القلب والروح والحضور ومدرسة الوحيد الكتاب والسنة قال يمكن أن نوفق بينهم في مدرسة واحدة ورؤية واحدة وعليه يكون هذا فهم الدين ناشئ من هذه المدارس الثلاثة سوية سماها الحكمة المتعالية وهذه جلية تظهر في كتاباته في الأسفار كتاب الأسفار الحكمة المتعالية اللي هي جمع بين مدرسة المشاء والإشراء وأساس خرج بأنه هذه المنابع الثلاثة المصادر الثلاثة للمعرفة تأتي يمكن أن نوحدها في مدرسة واحدة اللي هي مدرسة الحكمة المتعالية هذه مدرسة الحكمة المتعالية اللي هو أول من طرحها ملصدرة وهي أساسها توفيق أن نوفق بين هذه المنابع الثلاثة هل وفق ملصدرة هل هذا الموضوع صحيح هل يمكن لنا أن نقيد الفهم الديني أو المنبع الديني أن نصل إلى نظرية معرفة كونية من خلال التوفيق بين هذه المدارس الثلاثة هذه المناهج الثلاثة اللي هي ظاهران كل منهج يختلف عن المنهج الآخر كيف نوفق بينهم يا ملصدرة ملصدرة قال بأننا يمكن أن نصل إلى صيغة توفيقية بين هذه المدارس الثلاثة ونجعلها مدرسة واحد سماها هو الحكمة المتعالية وعلى هذا الأساس أخذ يفسر القرآن والسنة تدرون ملصدرة عند تفسير القرآن وعند شرح لأصول الكافي يعني الكتاب والسنة وفق رؤيته التي هي الحكمة المتعالية طبعا إذا نريد أن نقول كلمة مختصرة في حق ملصدرة ونتاجه نقول أن ملصدرة في الواقع استفاد من ابن عربي من الفتوحات الفتوحات المكية المحدية ابن عربي وفصوص الحكم تجد تأثير واضح على شراقات ملصدرة وبالتالي ملصدرة إذا نريد أن نقول تلميذ في مدرسة ابن عربي ابن عربي صوفي من أحد السالكين والمتصوفة وهو أساس ومنبع كل عارف اليوم يخضع ويخنع وينحني احتراما وجلالا وكل اليوم العرفاء هم عيال على مدرسة محدين ابن عربي تلا مدرسة محدين ابن عربي ويحسون أن نظن به إلى درجة لا يرون غيره في هذا المجال وفعلا هو الرجل يعني بحر في مواج في كتابه الخطير الفتوحات المكية الآن هو سني أمشيعي سيد عيد القاضي رحمه الله حسب ما ينقل عنه تلامثه على أنه كان يصر على أنه شيعي يعمل بالتقية يخفي تشيعه ويقول محال أن يصل إلى باب الولاية من دون أنه يعرف الإمامة من محال أن يكون في مدرسة الصحابة ويصل إلى هذا الفهم الذي وصله في باب في ولاية الله لا يمكن أن يصل إلى الإنسان إلا من طريق أن يكون إنسان ولي من أولياء الله من دون أن يفهم الإمامة يقول محال طبعا المحدين من العربي رجل محير فعلا محير لما انتجده في بحوثه عند الإمام المهدي فالشيء غريب يعني الشيء ما يوصل له ما يذكره محدين عربي في المهدوية في المقابل محدين انزلق انزلاقات خطيرة في قضية المعاد في قضية العذاب عنده عبارات صعب نقبلها وفي عبارات واضح تسنن فيها وفي عبارات هو أرقى من الشيعة فيها وبالتالي هو محير للعقول أنا بعدين أتكلم شنو موقف من عنده في ناس مدحوه حتى جعلوه رأسا مثل الله يرحمه صاحب الميزان علامة طبعا طبعا يقول لم يأتي أحد في الإسلام بسطر من كلمات محدين من العرب يقول بالإسلام ما يوجد واحد جاب كلمة أو سطر مما كتبه محدين من العرب جوادي آموا يا شيخ جوادي الله يحفظه كذلك يقول كل العلماء عيال عليه في المقابل ناس كفروا ناس أخرجوا ناس كذا بشكل عام كل عارف هو عنده رمز يصعب الوصول إليه اللي هو محدين من العرب العرفاء والسلوكيين عدهم يصنظر مو طبيعي بهذا رجل طيب مدرسة هذه العرفاء تنطلق من ناحية أنه كيف نحصل على المعرفة هل نحصل عليها عن طريق البرهان والمدرسة البرهانية العقلية اللي هي الفلسفية لماذا رفضك المدرسة الفلسفية العقلية تقول ما لم يمكن البرهنة على شيء عقلا لا يمكن قبوله لا يمكن الإيمان به إلا من خلال البرهان العقلي وعلى هذا الأساس يجب تأويل كل شيء لا يمكن البرهنة عليه يجب تأويله أو يجب رفضه المدرسة العرفانية تقول لا مرجعيتنا ليس العقل وإنما العلم اللي دني الله سبحانه وتعالى يقذ في أرواح الإنسان شلون قل لك إنه هناك قوس نزول وقوس صعود الله سبحانه وتعالى تنزل في وجوده وفي عليائه في وجوده تنزل في هذا قوس النزول في نزول في وجوده من عليائه تجلى في وجوده هم يسمونه تنزل ففي هذا الوجود الذي تنزل انخلق خلقت العقول المجردة الملائكة ثم بعد ذلك تنزل من هذا الوجود فخلقت العمثلة مثل جنة والنار والصراط وغيره ثم بعد ذلك تنزل فخلق المادة اللي واضع عالمنا اللي يسمونه عالم التلاشي هذا قوس النزول العرفاء العرفاء يقولون يقولون احنا بامكاننا انه ندرك حقائق الاشياء من خلال قوس الصعود نصعد نتيجة تربيتنا لذواتنا نصعد ونذهب الى تلك الصور من خلال مكاشفات تحصل عندنا نعرف حقائق الاشياء حقائق الملكوت شين موجود هنا ونروح نصعد من عالم المادة الى عالم المثال الى عالم المجردات ونعرف هناك شكو ما فتحضر لنا الصور هذه كلها تجينا الحقائق وين في قلوبنا نعرف ها لاحظوا ما نحتاج البرهان وبإمكاننا ان نفسر النص الديني على وفق ما احنا وصلنا لهم من حقائق هكذا هيا هيا اساسيات العارف يقول لك انا احافظ على مسلكيتي اهذب نفسي بحيث الى درجة اصل في قوس الصعود الان انا من قوس النزول وصلت الى هذا المستوى اصعد ليه نقل لك لان ذول العقول لما يحققون شي يدرسون شي يبرهنون عقليا على شي تحضر عنده الان انت لما تدرس معلومة تحضر عندك صورتها في ذهنك انت وصلت الى حقيقة نتيجة تحقيق علمي شين يصير عندك يصير عندك معلومة في ذهنك يعني شين صورة الشيء في ذهنك بينما انا العارف هو يقول انا اخلي هذا الشيء هو يحضر عندي حقيقته شلون نتيجة الكشف اللي صار عندي فالكشف على قسمين قال لك كشف مثالي ان اكشف عالم المثال وكشف اخر ارقى من هذا الكشف اللي هو الحضوري اروح بعد رتبة اعلى من هذا كشف المثال اوصل الى المجردات فتحضر عندي حقائق الاشياء طبعا هم يعدهم مستند لهذه الاشياء هم يستفيدون من هاي الاشياء دائما العرفة مل صدر ومن دون يحاولون ان يؤلف النصوص الدينية يجعلونها شواهد على صدق معتقدهم يعني يحاولون ينسجمون مع النصوص الدينية مثلا القرآن فيقول لك اية التجلي وتجلى ربك مو تجلى للجبل فجعله دك اذا الله سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل وجعله دك هذا شنو تجلي هذا الله في قوس النزول في قوس النزول اللي احنا احتينا لا يعني هاي دعوة العارفين هذه مو دعوة جاية من فراغ احنا قلنا قوس النزول الله الله تنزل في وجوده في علياءه فشنو صار خلق العقل المجردات اللي هي الملائكة العقول افرض القلم اللوح جبريل والملائكة وحملة العارش هذه هذا التنزل هذه رشحة وتجلي من الباري عز وجل الله من بعد الفيض الاول من عنده ترشح الوجود الاول اللي هي وجنو قال لك العقول المجرد ثم بعد ذلك تنزل هذا الوجود الى عالم المثال طبعا المدرسة المشائية ترفض عالم المثال يقول لك احنا ما عدنا عالم مجردات اللي هي الملائكة وعالم ماديات اللي هي البشر والحيوانات والاشجار وغيره المدرسة الاشراقية تبع السهرة وردي قالت لها عدنا شي ثالث اللي هو عالم المثال اللي هو بين العالم المجردات وعالم المادية ويشمل قال لك الجنة والنار والصراط وغيره والارواح والاشباح الله سبحانه وتعالى في فهمهم في فلسفتهم انا الان لست في صدد نقد احد انا قاعد الان مثل ما ذكرت افهرس حتى ادخل السبت القادم موضوعنا نخوض اكثر ونعطى رؤيتنا حتى نصل الى المدرسة التفكيكية اللي زعيمها مرزى مهدي الاصبعاني استاذ السيد السستاني توفى سنة 1365 ستين هجري في مشهد رح نوصل وبعدين ندخل في سلسلة رجال الله اللي انا اريد ابيينهم فما في لست في صدد الان نقد وان هذا الكلام شنو معيارة صحية العارفين اصحاب العرفان اساس منابحهم المعرفية شنو القلب الروح النفس حضور الاشياء شنو مستندها مستندها قوس النزول وقوس الصعود الله تجلى في عليائه تنزل في وجوده الى عالم المجردات عالم الامثلة المثال عالم الماديات مستندكم شنو قل لك هذي الآية القرآنية الله تجلى الى الجبل فجعله دكت جبل عالم مادي حجارة تجلى شنو يعني تجلى تنزل في وجوده تجلى تفلش الجبل صار دك تجلى لموسى وين في الطور فاذا اكو تجلي تجلي شنو صار صار تنزل يتنزل من وجوده الى هذا العالم في مقابل هذا التنزل اكو قوس صعود قوس الصعود انك انت من هذا العالم المادي ترتقي الى عالم المثال ترتقي الى عالم المجردات ترتقي فوق هذا يسمونه عالم الحضور عالم الشهود كل شيء موجود كل شيء ينكشف لك وين هذا الى مستند ديني نقول لك ايه له ايضا مستند ديني شنو وين في اية قول الله سبحانه وتعالى قضية العبد الصالح العبد الصالح صاحب موسى شنو علامته قال فوجد عبد من عبادنا اتيناهم اللدنا شنو رحمة وعلم مو ايشو يروح رحمة من لدنا علما علم لدني يعني بلا واسط من الله سبحانه وتعالى لاحظوا هذه قضية العلم اللدني اذا الها مستند قرآني العبد الصالح الان هو الخضير الان هو نبي هو عبد من عبادنا اتيناهم اللدنا رحمة وعلم بس ما قال بواسطة لا قال بواسطة نبي ولا قال بواسطة ملك ولا انه دارس قرآن او دارس كتب علم مو حصولي وانما علم شنو لدني اذا يمكن الله يفيض علما مباشرة على ولي من اولياءه بحيث نبي من أولي العزم يكون تلميذ عنده لا لا يكون عنده قابلية التلمذة بعد ينطرده قل لدت ما تقدر لن تستطيع معي شنو هذا منه نبي من أولي العزم اللي هو موسى عليه السلام ما تحمل العلم اللدني اللي عند العبد الصالح لماذا؟ لأنه ببساطة العبد الصالح عند علم لدني يأخذ من التوحيد مباشر من دون واسطة موسى من يأخذ؟ موسى يأخذ من الملك جبريل وبهاي الواسطة فرقت هاي فرقت عدة أنه ما يأخذ علم لدني يأخذ بواسطة الملك بواسطة العقل المجرد يعني من عالم المادة ينتقل إلى عالم حد العالم المجردات يأخذ من جبريل ذاك علم أسبق منه سابقه برتبة هو ما يأخذ بواسطة جبريل يعني جبريل صار حجاب موسى تتخيلون نحن قاعد نحكي يعني موسى سام الله عليه عنده حجاب حجاب منه؟ الملك الواسطة إذا ما قسناه مع العبد الصالح اللي يأخذ لدني من لدنا وبالتالي قالب موسى غير قالب العبد الصالح فما استطاع معه صبرا لاحظوا يعني تحمل شوية يخرق السفينة يبني الجدار تحمل بس لما نوصل للقتل ما قدر يتحمل ليش؟ الجواب هنا لأنه علم بواسطة أخذ والعبد الصالح علم لدني بالتالي أكو إشارات أكو مستندات لهؤلاء السالكين العرفاء اللي يقولون إحنا ما نأخذ ما نحتاج نقرأ ونحصل علمنا من القراءة والكتابة أنا أكرر أنا في صدد نقل ولست في صدد أن أتبنى رأيي إلى أن الجلسات القادمة رح نطلع بنتيجة وعليه شنو الموضوع وين رح نوصل مع العارفين العرفاء يقول لك إيه إحنا بدل ما ندرس ونحصل على صور لأشياء في أذهن إحنا ناخذ نخلي الحقائق تحضر عندنا نتيجة شفينه نتيجة السلوك المعنوي تسكية النفس وتهذيبها تحضر عندنا حقائق الأشياء في قوس الصعود يعني يمكن الإنسان يصعد ويصل إلى الحقائق يكتشفها هو فيقول لك إحنا بعد ما نحتاج إلى البرهنة العقلية ولا أنه نروح نقرأ القرآن والسنة ونفهمها ظاهرا ونحصل على أنه صور أقصى ما نحصلها صور في أذن لا إحنا نروح إلى الحقائق تحضر عندنا تنكشف عندنا الأمور نتيجة شنو نتيجة هذا العلم الحضوري اللدني اللي حصل عند هذا الولي أو هذا العبد الصالح يحصل عندنا أيضا نتيجة التسكية والمكاشف الآن هذا الكلام صح الكتاب والسنة إحنا منابعنا لازم تكون للقرآن والسنة عن طريق الوحي هو هذا الذي بعثه النبي وبعثه الله سبحانه وتعالى بعث نبيا يعرف لنا الملكوت فإحنا ما نقدر نروح بعقولنا وقلوبنا نحقق ونصل إلى هكذا مستوات ما لم نجد عليها إثباتا من الكتاب والسنة لاحظة مل صدره يجي وفق بين هاي المدارس الثلاثة بين البرهنة العقلية وبين العرفان والقلب والروح المدرسة العرفانية وبين مدرسة الوحي وقال احنا نطلع الحكمة المتعالية اللي بالواقع كتاب الأسفار ملخص إلى الفتوحات المكية وفصوص الحكم لمحدين بن عربي إياه هذا هو الواقع من صدر الرجل العظيم لكنه بالواقع هو يستقي علمه من محدين بن عربي هناك ولذلك لنا وقف طويل مع محدين بن عربي إن شاء الله هنا جاءت مدرسة أخرى روضت هذا الفهم إلى ملصدرها اسمها المدرسة التفكيكية قالت لا يمكن أن نجعل البرهنة العقلية والسلوك العرفاني في مقابل مدرسة الوحي يجب أن نفكك هاي المنابع الثلاثة وإلا على أساس لو كان المعيار هو البرهن العقلي أو الفهم العرفاني والسلوكي الروحي الحضوري لماذا أوح الله لن أبعث نبي وكتاب سنة لا ما جاء به الكتاب والسنة إحنا نقبله بمقدار ما قبلته الكتب القرآن الكتاب والسنة نقبله كدليل عقلي أو حضور روحي إذا لم يقبله القرآن والكتاب والسنة نرفضه مل صدراء في مدرسته الحكمة المتعالية وصل إلى قناعة بما أنه يؤمن بتوفيقية هاي المدارس الثلاثة جاء وهو رجل صاحب منهج برهاني وروحي قلبي ها وخضع القرآن والسنة إلى هاي الفهم إلى هاي المدرسة وجعلها توفيقية وفق بناته دخل على غفة قضية يعني إشكالية المدرسة التفكيكية عليهم شنو قالوا لهم أنتم كأصحاب برهان وبرهنة عقلية طبعا بالمناسبة المدرسة التفكيكية الغربية غير المدرسة التفكيكية الإسلامية يعني الآن في الغرب أكون مدرسة تفكيكية ما يقصدون بها مدرسة تفكيكية مدرسة الوحي عن القلب والروح والعقل وإنما المدرسة التفكيكية الغربية يقصدون بالتفكيكية الفهم الفلسفي عن الأدبي العقلي عن الادبي يجب تفكيكهم بين النص والقارئ يقول في الغرب عندهم مدرسة تفكيكية شي قصدون بها يقصدون بها تفكيك الفلسفة عن الادب والفن والجمال بينما احنا المدرسة الاسلامية او الدينية او سميها الشرقية او ذاتي بالاخص الشيعية المدرسة التفكيكية الدينية الشيعية الاسلامية الشيعية المقصود بها هي تفكيك العقل عن القلب والروح المدرسة العرفانية والمدرسة الفلسفية عن مدرسة الوحي يقول هاي ثلاثة منابع يجب تفكيكها ما يجب خلطها في مقابل الحكمة المتعالية لمل صدره ويقول يجب ان تفهم النص الديني بعيد عن البرهانة العقلية والسلوك العرفاني مدرسة الوحي يجب ان تفصلها عن التفسير الفلسفي والعرفاني تفكيكهم تلاذتهم وتفكيكهم ما يمكن تخلطهم يا مل صدره وتجعلهم مدرسة واحدة وتسميه الحكمة المتعالية شنو الثمره ما بين الحكمة المتعالية اذا قلنا بالحكمة المتعالية الآن فهمنا شنو الحكمة المتعالية هي دمج المدارس الثلاثة المنابع الثلاثة اللي هي المدرسة الوحي ومدرسة العرفان والمدرسة العقلية دمجها ملا صدرها سماها الحكم المتعالي في مقابل المدرسة التفكيكية زعيمها مرزة مهدي الاصفهان وهو تفكيك هاي المدارس الثلاثة والمدارس الثلاثة الثمرة جنو مهمة جدا وخطيرة وهي اذا قلنا بالمدرسة الحكم المتعالية نضطر نفتح باب اسمه باب التأويل لكل امر لا يمكن يقامة برهان عقلي عليه شلون مثلا المعات المعات وان يحشر الناس يوم القيامة في المعات العقل ما يقدر يبرهن على المعات كبرهنة عقلية ما يقدر يبرهن هذا الجسم ليش ما يقدر يبرهنه لان العقل يتعامل مع الحواس مع المحسوسات العقل يقول الشيء لا يمكن ان يبرهن على المعدومات يتعامل مع الوجود العقل ما يدرك المعدومات يدرك الموجودات الماديات الموجود يتعامل مع الوجود لا يتعامل مع العدم طيب الاجساد عندما تبلى وتعدم صار عدم بعدين يحيى هذا الجسد بحقيقته يرجع كجسد مادي ويحشر الى يوم القيامة بالمعات هذا من العدم الى الوجود يحتاج لبرهنة العقل ما يقدر يبرهنه شلون تقدر يا عقل تبرهن على المعدوم يكون موجودا قال لك ما يقدر ففشل العقل والمنهج البرهاني على ان يبرهن على المعاد الجسماني معاد مادي بينما القرآن مدرسة الوحي تؤكد على شنو او لا اقل ظاهرها ظاهرها معاد جثماني يومئذ من الاجداث يحشرون ينشرون اكون شر اكون معاد واضح في الكتاب والسنة على المعاد ظاهره الجسماني الجسدي المادي ان هي اجسادكم رح تشهد عليكم كلما نضجت جلوده بدلنا له جلودا اخرى او غيرها اكثر من ذلك النعيم في الجنة اكو لذائذ حور وطعام ولحم طير مما يشتهون وفاكهة ها هذه كلها لذائذ ظاهرها جسدية مادية هي احتياجات للبدن تغطي حاجة البدن زين العقل برهان العقلي ما يقدر يبرهن على هذه الاشياء ماديا عقليا لا يستطيع العقل ان يبرهن على ان بعد الموت فيه هناك لذائذ كما هاي لذائذ الجسد حاجات الجسد سوف يكون الجسد يعاد مرة اخرى ويرجع هاي حقيقته وبالتالي يروح الى شنو يذهب الى نعيم مادي وبالمقابل ايضا عذاب مادي ايضا عذاب نار وجهنم وحريق وحس وجلود تحرق ويصب عليهم شجرة زقوم وغيره العقل ما يقدر يبرهن يعني ما يقدر يجيب دليل مادي عليهم يفشل نعم يفشل مثل المدرسة الوجودية يعني افرض الماركسية المدرسة الماركسية او الفلسفة الوجودية قوامها انه ما لم يقوم الشيء اذا ما لم تقوم التجربة على وجوده لا يؤمنون به ولذلك عندهم اصالة الوجود اكو بحث عندهم الان الاصالة الوجود او اصالة الماهية لاحظ المدرسة الوجودية تقول اصالة الوجود بينما العرفاء يقولون اصالة الماهية وفت بحث حتى تغيرت اراء في هذا البحث في هاي الرؤية الغرض ان المنهج البرهاني العقلي لا يستطيع ان يقيم دليلا على المعدومات هذا الجسد افنية تحت الارض وصار تراب بعد افرض مئة سنة الف سنة مليار سنة خلص حفرنا قبر ما لقينا انتهى هذا الجسد الان العقل جيب دليل العقل يبرهن على ان هذا راح يقوم بجسده يقوم وبعدي يروح الى محاسبة ويدخل اما نعيم ابدي مادي مثل ما هو كان به او عذاب ابدي مثل ما هو كان به يقول لك اعجل العقل يعجل فعلا العقل برهانيا لا يستطيع اقام فلعجل انه لا يستطيع اقامة البرهان على هذا المعاد والحال ان مدرسة الوحي تؤكد ان هناك معاد واكو عذاب واكو نعيم فراح الى شيء فتح على نفس باب سماشنو التأويل فقال لك ايه اكو معاد لكن المعاد منه المعاد روحي طيب هاي الجنة والحور قال لك هاي اولها لذائذ هاي كلها روحية وليست لذائذ مادية يا ملصدرة ولذلك ملصدرة راح دخل في قضية المعاد الى انه معاد شنو ما قال قال هذا المعاد المعاد مو معاد جسماني هذا معاد روحي واكثر من ذلك اللذائذ نعيم الجنة وعذاب الاخرة قال هذا عذاب روحي ونعيم روحي وليست مادي من هنا جاءت المدرسة التفكيكية او مدرسة الوحي او الفقهاء والمفسرين اخذوا موقف حتى كفروا ملصدرة على اساس هاي الاشياء قالوا لا هو الرجل محكوم بمدرسة انه البرهان العقلي ما يقيم عليه فاذن قال لك انا هذي اولها طيب انت اتأول احنا كمدرسة نؤمل بالوحي والسنة يمكن نتأول لكن نتأول الى حد ما مثلا القرآن اول ببعض الاشياء لازم نأول وقالت اليهود يد الله مغلول مو غلت ايديه بل يداه مبسوطتان او تعبير ايات الاخرى اللي مثلا نقول عين الله انك بأعيننا او يد الله فوق ايديه ان اولها يعني سلطة الله قدرة الله عناية الله وليست هذه العين وليست هذه اليد هالمقدار التعويل مقبول اما انك تفتح باب التعويل الى ان تأول الجنة والنار والمعاد من جثماني الى ماد الى روحي لانه انت ما اقمت برهان علي هذا يفتح لنا باب تأويل لا يبقي حجرا على حجر هذا خلاف حك تشريح بعثة النبي والقرآن وقل لك ايه ولذلك العرفاء اصلا محدين بالعربي يقول القرآن هذا تنزل القرآن وصلنا بهاي الطريقة لان عالمنا عالم متلاشع عالم مادي وانا القرآن الى حقيقة فوق العالم المجردات اللي قلنا في عالم قوس النزول من عالم المادة فوق عالم المثال عالم المجردات فوق حقيقة الحقائق هو هناك تنزل الى ان صار عندنا بهذه الالفاظ وهذه العبارات طيب شديد تقول يا محدين او يا مدرسة العرفاء قال لك كل حرف من القرآن كل حرف مو كلمة ولا سطح حرف هو عالم في وحده عالم وتعال انت خوث فيه شلور قال لك تدخل في هذا عالم الشهود وتنفتح لك عوالم اذا هتشي صار القرآن صار كتاب تأويلي لازم من اول ينفتح علينا باب تأوي طيب هل هذا الموقف الشريعة من عنده شنو الشريعة تبقى ساكتة عنه الفقهاء موقفهم من هذا الباب شنو يرفضون طوال مدرسة الوحي يعني الفقهاء الذين يتمسكون بظواهر القرآن والسنة يقول لك انت عطلت القرآن سويته باب تأويل فلا يبقي حجر على حجر لا يبقي تفسير عليه لاحظوا العارف هو طبعا هم مدرسة التأويل لكن الى اي مستوى هل كل العرفاء على هذا المعنى يؤمنون بهذا الكلام ويقولون بالمعادة الروحي ويفتحون باب التأويل على مصراعي احنا وين نوقف هل نرفض هاي المدرسة بكل تفاصيلها وحذافيرها نرفض التوفيقية بين هاي المنابع الثلاثة ونأخذ موقف منها مثل مرزا مهدي الاصفهاني او ندخل فيها ونقبلها بكل حذافيرها مثل ملة صدرها وبالتالي يطلع عندنا محدين ابن العربي قريب النبوة مثلا لانه معلدين عدة مش يقول نحن نسلم انه لا نبي بعده ولكن هاي في حد ذاته خطرة ومشكلة وهاي عذاب للعارفين انه ماكن نبوة بعد النبي هاي شي يقول ليش لانه يقول لك الولي يدخل في بحور عميقة يصل الى مستويات قريب النبوة بس هو مو نبي يقول لك النبي قال لا نبي بعده لكن هذا لا يغلق الباب امام العارفين والسالكين وانه يدخل في ماء يدخل الى عوالم تحضر عنده كل الحقاق ويكون منكشفة يقول لك هاي مثل النبوة لكنه لسته نبيا ليش انه انا ولي مثلا هايش لذاك الفتوحات المكية نفتحت له ابواب من المكاشفات وسجلها في الفتوحات المكية اللي هي خمسمائة وستين فصل او خمسمائة وستين باب في الفتوحات المكية اخر باب هو اخطر باب يسم باب الاسرار لاحظوا باب الاسرار اللي هو خمسمائة وستين او خمسمائة وستين اخر باب من الفتوحات هناك يخوض ويحشي السالك شلون يوصل وشينو يوصل وين يوصل في ماء اخذه في مدارجة في ابواب بحورة تنفتح لشنو مكاشفة ولذلك هم يقفون مجدوهين للمكاشفات اللي يدعيها هو لاحظوا هل يهم مثل واحد نفسه القاضي وغيره يقول لك لا يمكن الا ان يكون هذا شيعي لانه ما يمكن يصل الى هتش بحور ومدارس وعوالم من دون ان يكون قد ادرك الولاية ولذلك يقولون من ذاق عرف ومن عرف اخترف من ذاق عرف ومن عرف اخترف لا بل اكثر من ذلك يقولون لا يمكن فهم الخطاب القرآني الا بعد ان تعرف مراد الله مراد الله يفسر لك خطابه ان تعرف مراده قبل ان تخوض في خطابه حتى تعرف خطابه القرآني لازم تعرف مراده احنا العان يعني افرض اصحاب مدرسة الوحي يقول لك انا اعرف مراده من خطابه اروح اقرأ الخطاب القرآني فاعرف مراد الله اصحاب العرفان يقول لك لا انت لازم تعرف مراده بعدين تعرف خطابه انت تعرف اشي يريد على اضوء مراده تحلل خطابه لانك تعرف اشي يريد بالعكس شوف شون المسألة اختلفت شون صارت بينونا بين المدرستين مع من الصح مع مين نقلف الان احنا ما نخصنا بهذا ضال هذا موضيل هذا كافر هذا ما يمثل الاسلام هاي مون ما لندخل احنا ردي نشوف احنا وين نوقف ويا من الصح مع المدرسة التفكيكية بكل حذافيرها ورفضها لكل المدرسة الحكمة المتعالية او مع العرفان والسلوك والحضور والعلم اللدني والتجليات بحيث ترفض ما لم يقم عليه برهان وتذهب الى باب التأويل وتفتح باب التأويل على مصراعه مع هذه ام معهات او اكو شيء وساط حل وساط ان شاء الله هذه انا قلت فكفاهة فهرسة حتى نبحثها ان شاء الله تباعا في ليالي القادمة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآله محمد وآله محمد